أهلا بكم تعرف إن الشيطان جوانب يستطيع من خلالها أنه يتقرب للإنسان وتعرف إن فيه دعاء في السنة لو أنت قلت الدعاء ده ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من الجن ومن المس والاحتران الخارجي والداخلي كمان وتعرف أيضا إن الشيطان مهما حاول إنه يقرب لك وإ indifferent دعاء ده ما يستطيعش أنه يقرب منك نهائيا قبل ما قولك الدعاء وقبل ما عرفك الجوانب اللي من خلالها بيتقرب لك الشيطان اي هي وعرفك الشيطان بيمس الإنسان منين أو بيسكن جسده منين عايزك أنك أنت تدوس لايك ولو أول مرة بتسمعني اضغط زر سبسكريب وفعل الجرس وخلونا مع بعض نبدأ ورد في الخبر يا أخي الكريم أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق أهدم اطلع على جلبه ووضع فيه المعرفة والإيمان واليقين والعكل وسبحان الله صلت عليه أربع أشياء إبليس والدنيا والنفس والهوى والشيطان طبعا اللي هو إبليس ده دايما عايز الإنسان جاحد وياكفر بنعم الله عز وجل عليه لأنه من مصلحته أنك أنت تخش النار ويجعل للشيطان جوانب من خلالها يقدر أن الشيطان ده يحاول أنه يحيدك عن الصراط المستقيم والشيطان دايما في عدوة مع ابن آدم من وقت ما ربنا سبحانه وتعالى خلق أبونا آدم في الجنة وكان الشيطان بيمر عليه وانتعرف القصة ديت ولذلك يا أخي الكريم من خلال المعرفة الإنسان يستطيع أنه يعرف الحق والباطل وبالعقل الإنسان يميز بين خفايا الأمور وظاهرها وأيضا اليقين أنك أنت تتيقن أن فيه دار آخرة ربنا سبحانه وتعالى حيجمحنا فيها يوم القيامة عشان المثيب يخش الجنة والإنسان المذنب يخش النار ولذلك يا أخي الكريم الشيطان دايما لي سبل بيحاول أنه يخش الإنسان من خلالها وهي بيحاول أنه يجي لك عن جنبك اليمين وعن جنبك الشمال ومن خلفك وبيحاول أنه يجي أيضا من أمامك ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب بستان العارفين أن الإنسان لو استعام بأسماء الله الحسنى وحاول أنه يدعي بيها خصوص يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن فلما تدعي ربنا سبحانه وتعالى بأسماء الله الحسنى خصوصا الأربع أسماء دولة ربنا سبحانه وتعالى يحفظ معرفتك يحفظ إيمانك يحفظ عجلك من الشتاد لأنك دايما لما تشوف الإنسان اللي بيكون مصطور أو مصاب بمس تبص تلاقي دايما أن عقله في حالة شروط تام فلما تيجي تكلمه وقولك ها طب ممكن تعود تاني تيجي تتكلم معك لما هوش مركز معك نهائيا ما هوش عايش في الدنيا بمعنى صح والإنسان أيضا بيكون اللي بيكون عليه تسلط من جين هو مش عايزك أنك أنت تتعرف على حقائق الأمور مش عايزك أنك أنت تتعرف على عواقبها فدايما تبص تلاقي نفسك أي قرار بتتخذك تصرع أي حاجة بتعملها بتعملها كده على البركة هي وحظها زي ما تيجي فعشان كده الجوانب دية الشيطان بيستطيع من خلالها أنه هو يضرك فلازم أنك أنت تحصل نفسك بأسماء الله الحسنة ولازم أيضا أنك أنت تحفظ الدعاء ده لأن ربنا سبحانه وتعالى صلت علينا الشيطان من أربع جوانب ولم يصلته من جانبين وهو من فوق من الأعلى ومن الأسفل وده ما ذكره ابن القيم ولذلك الإنسان دايما في دعاء بيقوله في الصباح والمساء يظهر ورط في حسن المسلم تقدر أنك أنت ترجع له في أي لحظة أنك أنت تقول اللهم أنني أسألك الحافية في الدنيا والأخرة اللهم أنني أسألك الحافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي اللهم مصدر عوراتي وآمن روعاتي اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعض المدك عن مختألة من تحتي فالشيطان دايما يجدر أنه يأتي الإنسان من جنبه لمن ويقدر أنه يأتي الإنسان من جنبه اليسار ويقدر أنه يأتي الإنسان من خلفه ويقدر أنه يأتي الإنسان من أمامه ولكن ما يقدرش أنه يجي لك من فوق ولا من تحت وأحد الصالحين أجاب على النقطة دية قال لأن الإنسان من فوق ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه ومن تحت ده موضع السجود اللي الإنسان بيسجد فيه لله عز وجل ذلك يا أخي الكريم عايزك دايما تحافظ على الدعاء ده في الصباح والمساء قول في الصباح اللهم أن يسألك العافية في الدنيا والآخر اللهم أن يسألك العافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي اللهم مصطر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يديك ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أنوقتنا من تحتي وعايزك تعرف أن الشيطان دايما لما بيجي يدخل لكسم الإنسان بيخش من الأسفل تمام فدايما تبصت لايه الإنسان بيشتكي من ألام في منطية العصعص أو في الفترات القطنية ألام شديدة جدا ما يقدرش نوع يحرك ظهره منها وربما البعض بيشتكي من ألام في الحود ألام في الخصيطين ألام في منطية الحود عموما ألام لا تطاق وحيانا تبصت لايه أنه دايما منطية الحود عندك فيها نبض زي نبض الجنين ودايما تبصت لايه فيها ألام شديدة أنت مش مستحملها كذلك النساء تشتكي دايما من منطية ألام الرحم ألام أسفل الظهر ألام أيضا في منطية الحوت كل الألام ديت سببها أن الشيطان لما بيجيزكم في جسم الإنسان بيتمركز في منطية الحوت فحاول دايما أنك أنت تقول الدعاء ده لأنك أنت لو قلته اعرف وكن على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى سيحميك من أذى الجن ومن شرورهم ومن أي ضرر بيأتي منهم والدعاء ده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعلوا حفظ ظنينا فحاول دايما أنك أنت تتمسك به حاول أنك أنت تقوله كل صباح ومساء ويعرف أن الشيطان بيقترم بالإنسان يعني بيحاول أنه يتابع لفترات بعيدة جدا من الزمن ممكن يظل يتابعك سنوات طويلة قوي ويستنى لحظة غفلة لحظة أن ربنا سبحانه وتعالى يخلي بينك ومن الملائكة اللي بيحفظوك تمام؟ ولحظات الغفلة كتير جدا بتجنة فما بالك أنك أنت لو مرد بلحظة غفلة وإنت أي الأذكار الصباح والمساء؟ هل يقدر الشيطان أنه يقرب منك؟ لو مرد بلحظة غضب شديدة جدا أو بكاء شديد جدا أو حزن شديد جدا أو أنك أنت خرجت عن مشاعرك في موقف من المواقف تمام؟ هتبصت لقي نفسك محفوظ ليه؟ لأنك أنت قاري أذكار الصباح والمساء والأذكار دي بتجعل بينك وبين الشيطان وقاية أو حصن منيع فالشيطان دايما لما بيجي يقرب للإنسان بيقرب له من الجوانب ما يقدرش أنه يجي لك من الأسفل أو يقدر أنه يجي لك من الأعلى لأنك دايما محفوظ من الجهتين دولة بسبب أذكارك ومحفوظ أيضا من ربنا سبحانه وتعالى وإنك دايما تتذكر قوله تعالى ثم لا يتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فدايما الشيطان تبصت لقيه يحاول أنه يجي لك عن طريق الإيمان عن طريق العقل يشككك في الله عز وجل عن طريق اليقين عشان يخلي عندك يعني أعقدتك فيها خلل بالدار الآخرة فيها خلل بالإيمان بالغيبيات ويجي لك أيضا عن طريق المعرفة يحاول أنه يشرد لك ما تكونش يعني مركز في أي حاجة نهائيا حافظ على الدعاء ده في الصباح والمساء يا أخي الكريم وحاول أنك أنت تقوله دائما وذكر به غيرك لو عجبك المقطع ده ما تنساش أنك أنت تدوس لايك ولو أول مرة بتسمعني اضغط زر سبسكريب وفعل الجرس وشاره لأصحابك وما تنساش الدل على الخير كفاعلي دون تنفود لكم أطير تحتنا أخوكم يوسف أحمد إلى أن ألقاكم في لقاء آخر في أمان الله